السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يومكم هذا الحمد لله أتمنى من الله سبحانه أن يكون يومكم سعيد اليوم خاصة اليوم هو 2 دل حجة وهي من الأيام المباركة أو كما نتذكر في سورة الفجر والفجر ورئيان العشر يندب فيها اللي هو العمل الصالح أي شيء من العمل الصالح صادقة زكاة مساعدة فعل خير صوم أي شيء صلاة كل شيء زيارة أهل وأقارب وأصحاب إلى آخر اليوم نتكلم عن موضوع نكمله من الأسبوع اللي فات اللي هو موضوع الاقتصاد الزراعي وانا عارف ومقتع ومعتقد أنه هو موضوع ثقيل الشباب يمكن ما يحبوش يتكلموا في الحاجات التقيلة دي لكن هو زي ما تقوله كده شيء لابد من معرفته ولابد من استيعابه ولابد من إدراك أهميته اللي هو الجائع اللي يعرف الحكمة وده مقولة صينية قالها أحد الحكماء الصينيين وأنا طبعا بشكر كل الشباب اللي لنا شغال معاهم دول عبد الرحمن ومحمد نجم وإحمد الشيخ اللي دايما بيحققوا كل هذه الأشياء في أرقام قياسية الحبوب اللي هي بتساوي رغيف العيش خبز يعني حبوب قيمة الحبوب نحن نتكلم عنها طبعا نحن نفكرين قصة سيدني يوسف عليه السلام في القرآن لما الملك أو عظيم مصر أو حاكم مصر شاف في المنام السبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات خضر أخرى يا بوساد فمعرفش يفسر الحلم فكان في واحد مزجون في السجن اسمه يوسف عليه السلام فذهبولوا عشان يفسر لهم الحلم ده اللي هو كان أساس إعادة بناء الاقتصاد في أعظم دولة موجودة على الأرض في هذا الوقت اللي هي الدولة المصرية القديمة ففسر لهم الحلم ده للسبع بقرات العجاف والسمان في يوسف قال لهم عليه السلام في القرآن الكريم في سورة يوسف قالوا له يوسف يا صديق قفتنا في سبع بقرات السمان يأكلون سبع عجاف وسبع سمبلات خضر وأخرى يابسات صح؟ لعلي أرجع إلى الناس لعليهم يعرفون اللي هو الرجل اللي هو كان إيه قال له اذكرني عند ربك فرد سيدني يوسف قالت ترونها سبع سنين دعبا متواصلة سبع سنوات فما حصدتم فازلوه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكلن بعد ذلك سبع شدادن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأكلن بعد ذلك عامن فيه وغاية الناس وفيه عصرون بسيدني يوسف قال له إيه؟ قال له السبع سنين اللي هي مثمرة تخزنوا الحنطة أو الحبوب إلى آخره في السنابل بتاعتهم وده كان السر الجديد لكن تخلوا الخزين ده يستمر إلى ما بعد السبع سنين المثمرة وربنا في الآخر في علمه اللي دني زود سيدني يوسف قال عنده اللي هو اللي عامل فيه وغاية الناس وفيه عصرون في المسيحية في الإنجيل بتاع يحنى سيدني عيسى عليه السلام لما أكل الناس الخزين الفرنسية قامت وهي مقولة تنسب لميري انتوانوت ظلما أو جهلا أو حقيقة اللي هي لهم مش لقين العيش قالت لهم إيه؟ خليهم يكلوا جاتوه فلما كالوا جاتوه كادوا راسها معها وتقطعت راس الميري انتوانوت في هذه الصفرة فده بالنسبة لأهمية غيف الخبز اللي هو بيمثل أهمية الحبوب أنواع الحبوب اللي احنا نتكلم عنها كثيرة لابد ان احنا نخزنها منها الامح والشعير والدرة والأرز وكثير جدا يعني وأنواع كثيرة من الحبوب بتخزن يعني وتمثل الغذاء الرئيسي لأي شعب من الشعوب كل الحبوب البقولية والفول والعاتس وكل الأشياء دي كلها تمثل غذاء رئيسي لكل الشعوب العالم ويقاطع مشترك أعظم من أقصى الشرق في الصين وبعد الصين إلى أقصى الغرب أمريكا اللاتينية وأمريكا إلى آخره إلى آخره إلى آخره كله بيشترك فيها المشكلة اللينا نريد أننا عليك هالنهاردة هي نقص توفر الحبوب اللازمة لتغطية الحاجة الغذائية اللي هي الحبوب اللي نحتعمل لنا أنواع كثيرة من طحيد اللي نحن نسميه اللي هو الدقيق اللي هجمنها الخبز وهاجمنها الاشياء الأسية المعيشة بتاعتنا نقص توفر الحبوب اللازمة لتغطية الحاجة الغذائية والمعيشية المجتمعما ما من خلال المارد المحلية والاعتماد عن المصادر الخارجية او المعونات الاعتماد عن المصادر الخارجية خطير 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 والاعتماد عن المعونات خطير 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 بحيث يبقى مهددا هذا الجانب من امنه الغذائي يبقى انت من ناحية الامن الغذائي اذا اعتمدت على المصادر الخارجية ستصبح انت في موقف صعب جدا جدا انت وشعبك ومجتمعك اهم الاسباب اللي بتؤدي لتراجع في تغطية الحاجة للحبوب من قطاع الزراعي الأسباب كثيرة منها منها إيه زي ما حنا شايفين في الصورة أو في السريحة نقص الموارد يعني عدم اهتمام الحكومة بتمويل القطاع الزراعي دي نمرة واحد نمرة اتنين عدم توفر البنية التحتية لزراعة واحتاجات الري أو المساحات الصالحة لزراعة وأهم شيء سيدنا وصف عمله لما مسك اللي هو إدارة شؤون مصر اللي هو شق الترع والبرك والأنيات للقنال علشان تصل إلى كل مكان في الأراضي الزراعية المختلفة في مصر على دفاف النيل وخارج دفاف النيل إن عامل التالي نقص الخبرة التقنية المعدات التقنية العامل الرابع نقص العامل البشري المدرب لابد ندرب الشباب على إنهم يشتغلوا في الزراعة ضعف النظم الإدارية للقطاع الزراعي يعني كتير جدا في النظم الإدارية ضعف التشريعات الوطنية اللي بتحمي القطاع الزراعي نفسه التشريعات لأنها محاولة زراعة فيه كتير صناعات كتير جدا زي ما كلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت ضعف الجدول الإقصدية من السمر في زراعة الحبوب الأثر البيئي المناخ اللي حوالينا ده على القطاع المتعلق والأنتاج الأمن يعني سواء الأمن اللي هو اللي بنكلم عليه البوليسي داخل الدول أو الأمن الغذائي وأهميته ونمرأ الأخيرة اللي هي التخزين كيفية تخزين الحبوب في الصوامع وفي المخازن إلى آخر دي الأسباب اللي بتخلي لتراجع تغطية الحاجة للحبوب إمتى نتدخل بقى كمؤسسات إغاثية أو مؤسسات إنسانية أو مؤسسات مجتمع مدني في هذا المجال يعتمد التدخل على عدة أمور تدخل إمتى لما يكون فيه حاجة حقيقية للتدخل يعني نما نجد إن فيه مجتمع من المجتمعات يطلب مننا أن نساعده في التدخل في زراعة أراضية في التدخل في الحصول على الحبوب المناسبة في التدخل في تعليم الفلاحين والمزارعين والعمال في هذا المكان التقنية الجديدة في التدخل في إعطاءهم السماد والكيمويات وإعطاءهم كذلك اللي هو الجرارات والآلات الزراعية كثيرة فكل هذه الأشياء تأتي بناء على حاجة المجتمع الذي يريد مننا كجمعيات إنسانية ومؤسسات مجتمع مدني أن نتدخل فلابد أن نربي حاجة بناء على رغبة الفلاح وبناء على رغبة المجتمع الذي نعمل فيه دي نمر واحد نمر اتنين جدوى التدخل لما نشوف تدخل نحن حيعمل إضافة إيجابية لإنتاج الفلاح نأتي له بشيء جديد نعلمه شيء جديد نأتي له بآلة جديدة أو تكنولوجيا جديدة أو معلومة جديدة إلى آخره أو نأتي له بمحصول جديد أو ببذور يعني قوية معروف تاريخها وتاريخ إنتاجها كل هذه الأشياء بتجعل مننا كمؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات إنسانية قادرة على التدخل وفق حاجة المجتمع وفق حاجة المجتمع لأننا نتدخل لكي نحطم الزراعة لأننا نتدخل لكي نحطم التربية الحيوانية لأننا نتدخل لكي نحطم الملاح أبدا بل نرى من الفلاح ومن المزارع ومن العامل ومن التاجر إلى آخره ماذا يريدون مننا أن نحضر إليهم لكي نتدخل معهم دين المرة واحد دين المرة أثنين اللي هو التشيير للتدخل سيحصل أثر إجابة على الإقطاع وتحقيق الهدف من خلال تأمين الحبوب اللازمة العدد السكان المستهدف خلال فترة الزمنية معينة النقطة الثالثة هل التدخل بتاعنا ده هيعمل تغيير ولا لا هل التدخل بتاعنا ده هيحدث أسواق قديدة ولا لا هل التدخل بتاعنا ده هيخلي ازيادة في الانتاج وازيادة في الدخل وازيادة في التوزيع وازيادة في التخزين ولا لا التدخل بتاعنا يكون مدروس على أساس حاجة الحقيقية للتدخل جدوى التدخل من عندنا نحن وقابلية إحداث تغيير وبدء التدخل بتاعنا يحدث تغيير في أشكال مختلفة في التدخل في هذه المسيرة اللي نحن نتكلم عنها في لها أشكال كثيرة مختلفة في مراحل مختلفة من الزراعة أشكال كثيرة في مراحل مختلفة من مراحل الزراعة نفسها أول شكل من هذه الأشكال هو التدخل في حالة أو في مرحلة الزراعة أو وضع البذور هننخدم ايه مادة تعقيم المعدات التقنية والأدوات الخاصة بالبذر الأرشادات التقنية الخاصة بالبذار احتياجات الرأي الأولى من وقود أو صيانة ومعدات بالإضافة إلى التدريب الخاص للفلاحين ومدرأة الأراضي وإدارة المحلية ده وإحنا لسه بنزرع هنزرع يكون ده في مخينا في خريط الطريق لإخراج المنتج المحلي لدينا وذلك كل يكون بكميات وطرق وفق المعايير التقنية المطلوبة والمبنية على الطبيعة البيئية والتاريخ الزراع على المنطقة يعني كنت مدروس هذه المنظومة وإحنا هنزرع في الأرض دي إيه هو أنواع البذور إيه هو المناخ إيه هي وسائل الري إيه هي صلاحية الأرض إيه هو المناخ الصالح لزرعة هذه البذرة أو عدم ضرعة هذه البذرة ده أول شيء في المرحلة الأولى خالص مرحلة تانية إحنا هننتج كيف نعتني بالإنتاج كيف نعتني بالإنتاج ماذا نقدم لكي نعتني بالإنتاج أول حاجة الأسمدة وتمنى أنها تكون أسمدة غير كيموية معدات أو أدوية للتعشيب كيف نحصل عندما نحصل المنتوج هناخد الأعشاب كيف نأتي بهذه المواد معدات مكافحة الأفات الزراعية احتياجات الري سواء كان الوقود أو مصادر الطاقة المختلفة الشمسية وغيرها التخزين وقبلك والمياه شبكات الرئيس زيانة أو تقديم وترميم المشاريع الجماعية والسدود والشبكات المركزية واحتياجات الزراعة الترميمية والتنبئات بالتقس وأدوات الحماية من التغيرات البيئية بالإضافة إلى التدريب الخاص بالفلاحين زي ما كتمنا بكده من مهم جدا أن نعرف مصادر المياه في مثل هذه الأراضي فيه أماكن تحتاج إلى مياه موسمية فيه أماكن فيها أنهار فيه أماكن فيها بحيرات فيه أماكن فيها سدود ونشق فيها ترح فيه أماكن فيها مياه جوفية إلى آخر ففيه مرحلة الإنتاج لابد أن نراعي مثل هذه الأشياء الأساسية لكي يكون المنتج بتاعنا وفير جي النقطة التانية في مرحلة العناية بالإنتاج النقطة التالتة في الحصاد خلاص إحنا أنت يعني بعد ما نحصد المحصول من خلال تقديم الأدوات الخاصة بالحصاد يعني نشوف إحنا ماشي بمرحلة مرحلة وقد يكون الشاب مننا اللي عايز ياخد قطعة أرض زراعية في مكان ما بيمزك كده بالهبولي ويقول أنا هاخد الأرض دي وأعمل كذا كذا وأنا عنتر الأرض مش عابلة وأنا شجيع السيمة أبو شانب برديم لا ما بيمشيش كده تعرف الأرض تعرف البذرة تعرف المناخ تعرف الزرعة تعرف المياه تعرف أما تنتج أما تحصد إلى آخره إلى آخرها يعني هل موضوع يعني هي صناعة الزراعة يعني صناعة الزراعة الزراعة صناعة مجتمعية وصناعة اقتصادية وصناعة صناعية تقديم الأدوات الخاصة بالحساد سواء الأدوات الأدوية أو الحسادات الآلية الأكياس ومستعبات جمع الغلال مساحات التجميع في الأراضي أو التخزين معدات جمع وتخزين منتجات الثانوية معدات الإدارية والتوثيقية مواد التعقيم ومواد إلى مواد الاحساجات المتعلقة بالنقل شوف بقى كده شوف هناك لما بصوا في الثلاث نقاط اللي احنا تكلمنا عنهم دول البذور والإنتاج والحساد حتلاقي أن فيه أشياء كتير جداً بتحدد خريطة الطريق لأي شاب صغير من أمثالنا يريد أن يستصلح قطعة أرض في الصحراء أو في مكان بعيد لابد يدعو هذه الخريطة الطريق أمامه لكي يستطيع أن يافي احتياجاتها وحدات التحكم بالسعر والتخزين معنى إيه؟ تقديم الدعم لوحدات الجمعية للتخزين ودارة المخزون لابد يدعمها وإلا ندعم من ناحية الحكومة أو من ناحية مؤسسات الإنسانية الوطنية ودارة المخزون التي تمكن المزارعين من التحكم بتوقيت البيع يعني أنت عشان أراجي أبيع في الوقت اللي السعر فيه مرتفع لابد يكون عندي الصوامع وأماكن التخزين مجهزة لكي تستوعب هذه الكميات دون فسأدها وفق الطريقة الذي أضمن لها عفضل السعر ونسكر أمثال الوحدات التخزينية المغطاة والمكشوفة أنا كان زمان وإحنا كنت بروح عند ابن عمتي في طنطة كان فيه حتة اسمها قدامه شونة بيخزنوا فيها تعرفوا شونة دي معاناها إيه؟ حتة أرض مفتوحة طبعا هي مصورة لكن بتأكل كل منها كل الحيوانات والطيور ولو نزل مطرة في الصيف بتفسد كل المحصول ده تخيالوا بقى؟ وفيه هناك بكميات الأطنان من الحبوب موجودة فطبعا كان نص هذه الأشياء بيفسد وده ما كانش على غيرار ما عمله سيدنا يوسف عليه السلام أنا فاكر الشونة دي صامع الحبوب الصيانة والتوريد الاحتياجات متعلقة بالتعقيم تعقيم الأمكان عشان الحشرات بناء القدرات متعلقة بإقدارة تتنخزون ده التحكم بالسعر وإلا محصول بتاعنا حيبوز يعني الفرق كان بين معركة اللي كان بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين كهنة المعبد إنه هو عرف السر الرباني فظلوه في صنبله فسدنة المعبد حبوا يعمله زي ما بعمل سيدنا يوسف فخدوا الشعي خدوا الحبوب كلها وشالوا منها الصنبلة وحطوها بعد سبع سنين أو بعد كل سنة من السنين حمالوة دي كلها أو بعد السبع سنين بصوا لقوا إن المحصول بتاعهم الحبوب فسدت أما اللي عندي سيدنا يوسف لما يفسد لي لأنه علم كيف يخزن الحبوب فاستطاع بهذا العلم اللي دوني من أن ينتصر على سدنة المعبد من الكهنة الذين كانوا يعبدون الإله آمون السوق يعني نروح للسوق نحن العملية يكون من كاملة العملية من الفلاح للأرض للزرعة للتخزين للمياه للسماد لكذا لكذا للسوق فلابد نساعد السوق كمان نبني سوق نساعد العمال اللي شغالين في السوق التجار اللي شغالين في السوق البنية التحتية في السوق كل هذه الأشياء يبط تطويب بعضها البعض من خلال تقديم السنة اللي ببنى التحتية الخاصة بذلك الأسواق سنة الطرق المتعلقة بها مستلزمات التسويق السمسرة دعم التجار والإقراض والترويج الرابط بين التشبيك بين أسواق المختلفة متخصصة بالإضافة إلى عقد المهرجانات التسويقية الزراعية الخاصة بكل منطقة تقديم التدريب للتجار والسمسرة وتدريبات خاصة يعني احنا بنتكلم عن السوق صناعة البذار صناعة الزراعة صناعة الانتاج صناعة الحصاد صناعة التخزين صناعة ما هياش عملية هرجلة ما هياش هبلية ما هياش أنا الفكيك لا العملية عالية صناعية مدروسة منهجية صناعة مدروسة منهجية وحدات تعظيم السعر يعني إيه تعظيم السعر يعني أنا لما أطلع الحبوب دي بحولها لإيه بحولها الدقيق بحولها الخبز بحولها الماكرونة بحولها النشا إزاي فأنا لابد أن أنا أدعم المطاحن أدعم المخابز أدعم المصانع أدعم 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 كحكومة وإلا مش هيرتفع سعر القيمة الغذائية أو القيمة المادية للحبوب اللي أنا بنتجها فلابد على الدولة نفسها أن تعظم من قيمة الإنتاج بدعم مثل هذه المنظومة في المطاحن وفي المخابز وفي المصانع وفي الأسواق إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلا سيهجر الفلاح أرضه وفي كثير من الحكومات لا تنظر لقيمة الأرض وهذه حكومات غافلة أو حكومات جاهلة أو حكومات قد تكون عاملة لأن بعض مسؤوليها يستفيدون من القروض الأجنبية ومن الانتماء لمنظومات غير وطنية يبقى مقصود تقديم الدعم مقطعات مرتبطة بإنتاج الحقوبة تحقق قيمة مضافة على الإنتاج مما يحقق عائد ما يشجع الإستثمار ونخذ هنا تقديم الدعم المطاحن والتكفيف المخابز مصانع الماكرونة النشا تصنيع الأعلاف الكيمويات البيرة طبعا البيرة مش عندنا بس يعني مكتوبة من حاجات دي كلها أو العصائر يعني جملة الصناعات الغذائية إلى آخره نحن كنت شايفين الحروب في أوروبا ما بين بريطانيا وبين بها دول أوروبا خاصة بريطانيا وأمريكا تنزل اللحوم تنزل اللحوم وتنزل ألبان وتنزل الجبن كان بتوقف الفلاحين الفرنسوين في الطرق يمنعوا دخول مثل هذه الشاحنات من دخول أوروبا أو دخول فرنسا إلى آخره لأنها مدعومة أكتر من البريطانيين وأقل في المنطقة التانية التدخل على مستوى الإداري لابد نحسن إدارة الإنتاج سواء كان في الحكومة أو سواء كان في المحليات الموجودة عندها داخل من خلال دعم وتشجيع النظم الأدرية الخاصة بالقطاع سواء على مستوى المزارع المزارع الأسرية أو الفردية أو على مستوى الجماعي دعم الجمعيات الفلاحين أو تشكيلها إلى آخره إلى آخره دعم الحكومة سواء بتقديم التدريب والمعدات يعني معناها أن الحبوب حتى صناعة حتى الحبوب يعني زراعة الحبوب صناعة دخل فيها ست مراحل دخل فيها ست مراحل حولهم تانية كده بس بالإسم كل مرحلة فيها صناعة بنقبذاتها أول حاجة مرحلة الزراعة أو البذار دي صناعة من الصناعات مرحلة النية بالإنتاج دي صناعة أخرى مرحلة الحصاد دي صناعة ثالثة مرحلة التحكم بالسعر والتخدين دي صناعة ربعة مرحلة السيق صناعة خمسة مرحلة وحدات تعزيم الصناعة ستسة مرحلة التدخر عم السوق دي صناعة سععة كل هذه الصناعات دي الدائرة بتاعتهم بقى شايفينها دائرة نحن عملها دي واللي عملها الشباب معايا بالأمس نبدأ بالأرض الصالحة والمياه الصالحة والبيضاء الصالحة ثم الزراعة ثم حربة الأفات والحشرات قبل الإنتاج ثم الحصاد ثم العناية بالإنتاج ثم التخزين ثم التعبئة والتعقيم ثم واحدة التحكم بالسعر ثم المواصلات ثم التوزيع ثم السوق ثم واحدة التعزيم القيمة الإقصادية شوف كم مرحلة مشينا فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر بعتاشر مرحلة 14 مرحلة كل منها تعتبر صناعة بذاتها كل منها تعتبر تخصص العملية مش عملية هبولي أي حد يمسك حتى الأرض كده وقول أنا حروح أزرع كذا 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 وتلاقي المجهود اللي بيبذلوا في هذه الأرض يستهول ضعف أو أضعاف كثيرة جدا من الإنتاج ليه لأنه يماشي على غير هدى والهدى هنا عندنا منذ ما هذه هي خريطة الطريق خريطة الطريق قدامنا هنا هو بنتكلم فيها من إيجاد الأرض المياه البذرة الزراعة الآفات والحشرات الانتاج الحصاد العناب الانتاج التخزين تعبئة تعقيم التحكم في السعر المواصلات التوزيع التسويق تعزيم القيمة الاقتصادية هذه الأشياء لابد أي شاب مننا خاصة في كثير جدا من الشباب ما عندهمش مشروع أو هدف في الحياة أنهم يعملوه فلابد لو أخذنا قطعة أرض نصبر عليها وهذه هي خريطة الطريق نزيد عليها نزيد عليها نزيد عليها نتعلم فيها كيف نزرع أو نبني اقتصاد بلدنا دي رسالة للشباب زي ما أنا بقولها دايما بالخاصة بالنسبة للإستصدير والإستراد وخاصة بالنسبة للإنتاج المحل أيها الشباب ودي رسالة أرجوك أرجو أن من يسمعني اليوم يحاول أن يعيها ويحاول أن يفهمها ويعيها ثم يطبقها أول حاجة لا يغرنكم لا يغرنكم ما من كان القائل ما من كانت حيثية وصفة وخبرة واسم القائل لا يغرنكم من قال أن الإستراد أهم من الإنتاج هذا كاذب أن الإستراد أقل تكلفة من الإنتاج هذا بهتان أن جودة المستورد الأجنبي أعلى من جودة المنتج المحل هذا زور أولا تاني من قال أن الإستراد أهم من الإنتاج لا يغرنكم من قال أن الإستراد أهم من الإنتاج أن الإستراد أقل تكلفة من الإنتاج أن جودة المستورد الأجنبي أعلى من جودة المنتج المحل أو من قال أن الأرض الزراعية التي بارت وتصحرت وأصبحت ملحة سبخة ولا في إيدة منها أو فيها بيجوا بينكم أيها الشباب يقولوا الكلام دليل عشان يحطموا من عزيمتكم علشان يجعلكم تكسبوا الكسب السريع ولا تبنوا اقتصاد بلدكم القائم على المنتج المحلي لن تبنوا اقتصاد بلد مهما عظمه أو صغره إلا إذا كان المنتج محلي بل قولوا لهم إن الانتاج قيمة الانتاج عزة واستقلال وبناء شخصية مجتمعية سوية يكون سعيد جدا لما يلاقي الأمح مطلعه من أرضه أو الفول أو الشعير أو العتس أو الفاكهة أو إلى آخر من الأرض بتاعته أنا عملت دي حتى في الجنة الصغيرة في بيتكم حتى ممكن تعملوا زراعة بدون تربة فعلى الأسطح أو في الصوب بل قولهم أن الانتاج عزة واستقلال وبناء شخصية مجتمعية سوية شخصية تستطيع أن تدافع عن الأرض تدافع عن الوطن تدافع عن المجتمع أن الانتاج المحلي وفرة وتفعيل وتمكين للقوة البشرية الانتاج وفرة كل سنة بوفر المواد الغذائية كل سنة بفعل الشباب وبفعل العمال عشان يشتغل معنا وكل سنة بأمكن القوة البشرية من الانتماء للوطن وانتماء المجتمع وانتماء المنظومة التي تعيش في داخل الدولة أن الانتاج يحافظ على الرقعة الزراعية مش فقط الرقعة الزراعية والمكونات الخلاقية اللي تتخدم الإنسانية يعني كنا زمان بنرى في الأراضي نوع من أنواع الطيور بيأتي أو أنواع الثمار بتطلع أو أنواع الأشجار أو إلى خير موجودة مش موجودة حاليا مش موجودة لماذا؟ لأن احنا أهملنا الاستثمار في القطاع الزراعي سواء كان في القطاع الحبوب أو في قطاع السمار الأخرى بل قولوا لهم أيها الشاب أن الانتاج عزة واستقلال وابناء شخصين مجتمعين سوية وفرة وتفعيل وتبكين القوى البشرية محافظة على الرقعة الزراعية والمكونات الخلاقية التي تخدم الإنسانية إن الأرض السبخة قولوا لهم أيضا إن الأرض السبخة والمالحة والمتصحرة ممكن معالجتها ممكن زراعة فيها ممكن مضاعفة الانتاج فيها وقولوا لهم إن كثرت العمالة لمحاربة البطالة والربح الأعظم هو في بازا في توفير فرص العمل وتدوير رأس المال الوطني في الأسواق الشعبية قولوا لهم أن الأرض السبخة والمالحة والمتصحرة ممكن معالجتها وكثرت العمالة لمحاربة البطالة والربح الأعظم هو في توفير فرص العمل وتدور رأس المال الوطني في الأسواق الشعبية قولوا لهم أن جودة الإنتاج هي في الملكية في الملكية الأرض وملكية المنتج وجودة الواردات هي في التبعية كنت تابع فلذلك أنت تابعها لمتبوع والمتبوع الذي تتحكم فيك جودة الإنتاج الأجنبي ماذا؟ ما الذي يصنعها؟ لاستهلاك الأسواق الشعبية المحلية ليه؟ لأنهم بيأخذوا من أرباحهم ليزديدوا جودة إنتاجهم كلما باعوا لبلد خامل لا تستطيع أن تزرع أو تصنع أو تنتج ازداد العائد الربح عندهم فيجودوا جودة إنتاجهم أما إن كنا نحن نصبر على أنفسنا لنزرع وننتج ونصنع ونسوق فنستطيع أن نجود الإنتاج بتاعنا بعد السنين ونكون منافسين لهؤلاء أو متقدمين على هؤلاء إن الأرض السابقة والمالحة والمتصحرة ممكن معالجتها كثرة العمال لمحرابة البطالة والربح الأعظم هو في تفير فرص العمل تدور رأس المال الوطني في الأسواق الشعبية جودة المنتج هي الملكية وجودة الوردات هي التبعية جودة الإنتاج الأجنبي يصنعها استهلاكنا إحنا استهلاكنا إحنا في الأسواق الشعبية المحلية أيها الشباب أنيروا قلوبكم بمعرفة دينكم تاريخ وطنكم مقدرات بلدكم كفاءة أبنائكم خارات أرضكم زلال سماءكم وحب ربكم اوعوا اوعوا تكونوا شباب خانع تاري تبعي ليس له ظل وليس له قيمة في الحياة إن أردتم الاستقلال بشخصيتكم الوطنية فعليكم أن تكونوا شباب منتج شباب صبور شباب قادر على التفاعل شباب قادر على الإنتاج وعلى العطاء وعلى التلاحم وعلى بناء المجتمعات وعلى الحماية الوطن وعلى الحماية الأرض والزرع وكل شيء في المكونات الوطن جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وميه تمورو same time 12 o'clock London time 2 o'clock Mecca time at the same subject hungry men cannot think hungry people cannot think properly about the cultivation and storing of seeds agriculture seeds والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته